اشتركوا في القناة اللامت كله متكون من كذا ظهر او ايام والظهر متكون من كذا حكبة او ايرا والحكبة فيها كذا عصر او بريود والعصر فيه كذا فترة او ايبوك وكل فترة فيها كذا مرحلة او ايج التاسمات دي كلها بتكون بناء على كذا حاجة غيرت في الارض زي المناخ او مستوسطها البحر او مكونات الغلاف الجوي او كانت معينة ظهرت او اختفت او احداث دراميتيكية اثرت جامد على الارض وغيرت في شكلها نيجي بقى للبداية خالص استعد عشان رحلتنا طويلة شوية اولا على حسب نظرية الانفجار الكبير او البيج بانج الارض اتكونت من كتلة كثيفة من الغبار والغازات اتجمع عن طريق قوة تجازب اللي بينهم لحد ما كونه كورة كبيرة الكورة دي كانت عبارة عن براكين نشطة وقص مستمرة لجبهتك قصدي للارض من النازق مع واصف ودرجات حرارة عالية جدا عشان كده الظهر ده كان اسمه الظهر الجهنمي او الهديان وكان من ساعة تكون الارض اللي هو 4.5 مليار لحد 4 مليار سنة من ضمن النازق اللي استطمت بارض ساعتها النازق كبير ممكن يعتبر كوكب اصلا اسمه تيا لما الصدم بالارض اتفتت مليون قطعة حولين الارض وتجمعوا برضه بفعل تجازب اللي بينهم وكونوا الانار بسبب حال الارض في الظهر ده ما سمعش بوجود كائنات حية خالص ولكن العماء لقوا بقايا كربون عضوي في الصخور اللي اتكونت في الظهر ده وده اللي بيرجح ان فيه احتمال ولو ضئيل ان كان فيه كائنات حية ولو دقيقة كانت عيشة بعد كده سطح الارض برت خالص وتصلب وانتهى مع الظهر ده وابتدى ضهر جديد اسمه الصحيق او الاركيان وامتد من 4 مليار سنة لحد 2.5 مليار سنة الغلاف الجو ساعتها كانوا عظيمة سنجسيد الكربون وبالتالي برضه ما سمعش بوجود كائنات حية ولكن كان موجود ساعتها كائنات وحيدة الخلية زي البكتيريا واهم واحدة فيهم كانت السيانوبكتيريا او البكتيريا الضوائية والدرعة كان انها تنتج الوسوجين في الغلاف الجوية للارض كمان لب الارض تبلور وابتدى يبقى فيه مجال مغناطيسي واجزاء من القرارات كانت بدأت تظهر زي الدرع الكندي وااجزاء من جنوب افريقيا وااجزاء من غرب استراليا وااجزاء من القطب الجنوبي بينتهي الظهر ده ببداية ظهر الطباقع او البروتيروزوك من اسمه كده ابتدت كائنات حية متعددة الخلايا تكون موجودة والكترة وده اللي زود انتاج الاكسجين في الغلاف الجوي وده برضه اللي قدى لانقراض الكائنات اللي مكادش محتاجها اكسجين عشان تعيش حصل فيه عصر جليدي قاعد حوالي 300 مليون سنة ونسبة الاكسجين ابتدت تعالى وظهرت كائنات مععددة الخلايا او حقيقيات النواة ظهرت كارة كولومبيا واللي كانت بتضم اجزاء من الصين وغرب افريقيا واستراليا وسابريا والامازون بعدها كونت كارة رودينيا الثلاث ضهور اللي فاتوا دول حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي على اعتابة الظهر الحالي وهو الظهر البشائر او فانيروزوك او بالمعنى الحارفي الحياة الظاهرة من اسمه كده ابتدت كائنات كتير تفزل الارض لدرجة ان العلماء بيسموا بداية الظهر ده بالانفجار الحالوي اللي هو زي ما كأنه كنبيلت كائنات انفجرت وظهرت مرة واحدة وبشكل واضح مش زي الظهور اللي فاتت كنت عمال اقول لك ظهرت شوية او احتمال وجوده وكده الظهر ده يصح سنتكلم في الحقب بتاعته لانه مش بس كل حقبة بتختلف جامد من حقبة للتانية لقوا كمان العصور اللي جوا نفس الحقبة غير بعد خالص هنبتدي باول حقبة في الظهر بتاعنا وهو حقبة الحياة القديمة او الباليوزوك اول عصر فيها اسمه الكامبري اللي امتد من 540 مليون سنة لحد 485 مليون سنة زي ما قلت قبل كده حصل الظهار للحياة بشكل مفاجئ الى درجة ان احنا بنسميه انفجار الكامبري وبسبب كده كمان الدهور اللي فاتت بنسميها ما قبل الكامبري كآنات معقبات وظهرت زي صلسلة الخصوص وكضحيات والسفنج وشرعيات الاسناء ودي كآنات كشرية ضخمة وفترسة كاش عكلاة حلوة قوي على الصراحة كارت بن دهورانة ظهرت اللي كانت بتضم تقريبا انقرات العلم دلوقتي كلها مع عدى امريكا الشمالية واوروبا واسيا نيجي بعد كده العصر الاردوفيجي من 485 مليون لحد 443 و18 مليون سنة عدد سلسلة الخصوص قلت وانقردت القضاحيات تقريبا بسبب ان خفات مفاجئ حصل درجة الحرارة على الارض ادى لظهور لخطريات جديدة زي الجريبتولايت ومرجاة معضيات الأرجل او البركيبودا وزيوات الصادفتين وجلد الشوكيات كمان ظهرت نباتات الخضر والفطريات على الارض بيجي بعد كده للعصر السلوري وابتدى بعد ما حصل اول انقرات شامل والتاني من حيث عدد الكائنات اللي انقردت فيه بسبب انخفات كدير شدركة الحرارة ومستوى البحر العصر ده امتد لحد 420 مليون سنة وابتدت تظهر الاسماك المبرعة فيه جي بعديه العصر الديفوني من 420 مليون لحد 358 مليون النباتات الكرية زادت وتنوعت وازدهرت الاسماك في العصر ده اعدادها وانواعها زادت درجة انحنا بنسميه عصر الاسماك شاهد اول ظهور للامونايت وكائنات الخوايا كتير والحشرات الغير مجنحة قارة سابيريا ظهرت هي وقور امريكا بجانب جندوانا اللي مشرفانة من الكامري بعد كده جاي عصر الفحمي اول كربونفرس من 358 مليون لحد 303 مليون بعد ما حصل نقص رهيد في الاكسوجين في البحر ادى لتاني انكرات شامع على الارض ظهرت الاشجار الضخمة واول فقريات اربعية الاطراف ابتدت تظهر اسماك القرش في المياه الملحة واسماك جذريات الاسنان الضخمة في المياه العزبة وفي اخر العصر انتشره بقطرة الحشرات المجنحة الضخمة وابتدت الزواحف والبرميات تظهره وغبات الفحم انتشرته بقطرة وده السبب اللي خلق نسمى العصر ده كده ووصل اكسوجين في العصر ده لعلى مستوياته نيجي بعد كده للعصر البرمي جاي بعد ما حصل نقص رهيد في اعداد الاسماك وزهد عدد البرميات والزواحف واللي دل على ان الجو تقلب مرة واحدة وبقى جاف فاللي قدر يستحمل تغير الرهيد في مستوى سطح البحر ده كان البرميات والزواحف بسبب كده ظهرت اغلب الزواحف المعرفة زي السلاحف الابراس والسحالي واسلاف التمسيح ظهرت كمان الخنافس والدبان امتد لحد 24-50 مليون سنة وعنده بينتهي حقبة الحياة القديمة وحلقتنا النهاردة وهقول ليه دلوقتي اللي حصل يا جماعة هو اكبر انقراط شامل حصل على الارض اضع حوالي على 96% من الكائنات البحرية و70% من الفقريات الارضية ايه لسبب الانقراط الكبير ده وايه اللي حصل بعد كده ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية بإذن الله تعالى اشوفكم الحلقة الجاية وما تنسوش لن يفوت اللوانه ابدا لتعلم شيء جديد